نتحدث الآن سيد عمر الدويفي عن مكاتب الدراسات اليوم ودورها في ضمان تسليم مثل هكذا منشآت رياضية ونتحدث عن مشروع أو خلينا نقول ملعب نيلسون مونديلا ببراقي مكتب دراسات كيف كانت المتابعة عن تاول هذا المشروع بعد ما تم تحويله لبزارة الساكن شكراً سيداتي بسم الله الرحمن الرحيم اسمحي ليولو في لحظة وجيزة أقدم لك هذا مكتب دراسات لشركة دراسات تقنية والهندسة المعمارية السيطام مؤسسة عمومية اقتصادية تحت لواء وزارة السكن والعمران والمدينة إذن منذ أن تم تحويل إنجاز هذه المال المنشآت الرياضية الضخمة إلى وزارة السكن والعمران تم تخليفنا بمتابعة شغال ما تبقى من المشروع الذي كان متوقف إذن منذ أن استلمنا هذه المهام قمنا بتنصيب فريق متعدد الاختصاصات من مهندسين ومهندسين معماريين وقمنا في بداية الأمر بتحديث الدراسات وإتمام الدراسات التي لم تكن تامة وكذلك قمنا بتحديث الدراسات وكذلك كان الجانب الكمي والوصفي للأشغال لم يكن وانطلقنا في الأشغال بفريق عمل مكون من مهندسين يفوق حوالي 30 مهندس إذن وكل فرقة كانت مكلفة بعمل معين إذن وانطلقت المتابعة إذن وكل هذا بعد ما كانت تمت رفع العلاقي للإدارية التي قامت بها وزارة السكن والعمران وعلى سياسي مع الوزير السكن والعمران الذي كان يعطينا توجيهات قيمة التي كانت لنحافز من أجل أننا نواصل للعمل وقمنا بتذلي كل الصعوبة وانطلقت الأشغال في آنها وكنا نتابع كل صغيرة وكبيرة بحيث أننا قمنا بمتابعة كل الأشغال بما فيها الأشغال الدقيقة المدقاقة ترجمة نانسي قنقر